السلام عليكم تنتنا دائما تكونوا بخير وعلى خير غد نحضر معكم وصفة البانكيك اللي سبق شفته معايا في الفيديو ديال شوكولاتة ديال الدهن اللي نزلت لكم قبل هاد الفيديو أعجبكم بزاف فالوصفة ساهلة راسبق حضرتها معاكم بالنسبة المتتبعات الوفيات ديال القناة إلا عقلتوا على هاد الوصفة رها زوينة بزاف وبيضة واحدة وتيجي خفيف كنت خديته من قناة يابانية لها جزيل الشكر هاد المرة ان شاء الله غد نحضره به هاد شكل هكذا تيكون صغير تيجي زوين بزاف هكذا في الوجبة ديال قوتي ديال الوليدات او اللومجل اللي غد تصفته معامل المدرسة وكذلك هاد شوكولاتة ديال الدهن غد نخلكم ان شاء الله رابط دياله ناجح بزاف بزاف عفوان الديد غد تلقها والوصفة دياله في صندوق الوصف وغي يظهر لكم دباف اعلى الفيديو ما تنسوش تحضروه الوليداتكم اذا كنت تزور القناة الاول مرة اشتركوا فعلوا الجرس بجدائما توصلوا بالجديد المقادر على بركات الله هي 160 غرام ديال الدقيق ما يعادل كاس ونصف من قياس كاس العنباء كاس ستبقى فيه سنتيم ونصف كاس اخر اكتر من نصف كاس شفتوا معي القياس هي 160 غرام ديال الدقيق 160 مليليتر ديال الحليب او 160 غرام ديال الحليب ما يعادي الكاس بقياس كاس العنباء ستبقى فيه شي شوية شفتوا معي في الكاس قرب واحد سنتيم 60 غرام ديال السكار بقياس كاس العنباء هي 4 كاس وفي شوية بيضة واحدة فانيليا وحدة نفئات 7 ونصف كرام وخميرة ديال الحلوة او خميرة حلوية نفئات 8 غرام ملعقة صغيرة ديال الزبدة مملوقة هي 15 غرام وعندي لبيبيوت دو شوكولات او حبيبات شوكولاتة اقتيارية إلا بغتو تضيفوهم غادي ناخد هديك المعلقة الصغيرة ديال الزبدة ما يعادي ل 15 غرام الزبدة حيوانية لتتكون لديدة غادي ندوب غرف هدو المغرفة لأنها كيميا كيميا ديالها قليلة باش ما تضيعش والطريقة كيف ديمة سهلة هذا أسهل بانكيك تحضروه في دقائق وتيجي ناجح ما تيجيش مدقص تيجي زوين بزاف شفتوا معي ضفتوا جميع المكونات دقيق الفانيليا وقبيصة ديال الملحة ضروري وغادي نضيف الخميرة ديال الحلويات وكل شيء وغادي نضيف البيضة والزبدة اللي غادي تكون مدوبة وغادي نخلط الكل خليكم مع الصور البيضة تكون في درجة ديال الحرة ديال المطبخ دائما غادي نخلط غير بطره بيدا ويره سهل هاد الخالط ممكن تديروه في خلط كهربائي او الكاس ديال العاصر تحنوه الكل سوفي غادي نخلط مزيان بهاد الشكل المهم هو المكونات تخلط مع بعضها بالنسبة لهاد المقادير فهي مضبوطة جدا ما تحاولوش تضيدوه في الدقيق او تنقصوه في الحليب ديرو الكيميه اللي اعتيتكم بالضبط لاتتجيه هي هاديك ما تخسروش الوصفه تبعود طريقة كيفية سوفي من بعد في الاخر عا تنضيف الزبدة ولو تطحنوه في الخلط ديال او الكاس ديال العاصر حتى التي تطحل الخالط مزيان عا تضيفو الزبدة وحركوه في الاخر ضروري ما تتنسجم المكونات بهاد الشكل دابة واحد الخطوة اللي ضرورية هي غد نغطيه مدة 15 دقيقة حتى ال 25 دقيقة او نصف ساعة ضروري هاد العملية ضروري ما يرتاح على الاقل 15 دقيقة غير في الحرارة ديال المطبخ من بعد غد ناخد اي مقلة راسبق حدرتها معاكم في المقلة العادية ديال البغرير دابة نحضرها في المقلة ديال السابع وجوهره معروفة ديال المقلة توركية ما تنديش لا اشهار حتى انا شريتها من قبل تقريبا واحد لعام هادا وتنطير فيها البغرير والبانكيك وتنحضر فيها بزاف ديال الاشياء صراحة تنفع وغادي ناخد دابة الشكلات اللي غادي ندير اثناء الطهي ما غاديش نبدو نحركوه في الخالط بزاف من بعد مما تنخليوه يرتاح غير هكذا وردتكم الخالط كيف سيكون وتناخدوه لما قلة تتكون على نار تكون فوق المهيلة وتكون سخونة مزيان وتنبدو نحطو واحد الكمية ما تنحتاجوه نحركوها نهائيا تتسيح الخالط تتسيح وتتقدبو حدو في المقلة سواء هادي سواء اي مقلة غادي تحضروه بيهره ماشي مضروري هادي غير حضرت معكم افكار هكذا الوجبات ديال المدرسة تكونوا هكذا بهذا الحاجم صغير وكذلك تعملهم في حفالات او في عرضات يجيو الشكل ديالهم بزوين من اللي تبدأ البانكيك تيطيبش شوية ماشي بزاف ريالله يبدأ يلا حتطو بواحد دقيقة تنحت الشوكولات متن نديرش باقي الخالط من الفوق متنحتاش متنعودش نزيد واحد الكيميا ديال العجين عفوا تنخلي هاكذا حتى تنحس او تنشوف دوك الجوانب ديال البانكيك بدو تنشفوه واحد السؤال تيقول لي بزاف المبتزئات وش البانكيك تيتقب كل البغرير نعم تيتقب لكن ماشي من جوج جيال وجوه كيال بغرير تيتقب من جيهة واحدة دليل على انه تيكون ناجح جدا لتقب معكم البانكيك لكن الظهر دياله تيكون هكذا ملس وما تيكونش في طوقه عياتا نشوف هكذا واش قلبت هاد الاولى واش طابت المهم غير تينشفو الجوانب بما تخليوش حتى تنشف العاجين من الفوق بحال شكل ديال بغرير تنأكد عليها غير الجوانب تينشفوه تتلقاوها طاب صافي هو اصلا على شكل كيك صغير تنهضر دائما مع المبتدئات وتنقلبه بحال هاد شكل ما تيخدش تواني وتيطب من الوجه الاخر سواء في هاد المقلة تنأكد عليها او اي مقلة المهمة تلسقش صافي قدي نستمر بحال هاد الشكل وما تتنوش الجوانب بزا في تتحمروا رات يكونوا طايبين غير تيكون هاداك اللون ديالهم هكذاك بالنسبة هادوك اللي طابوا رخديتهم دابا غدي تشوفوا معي انها افضل من الكيميا اللي طيبت في الاول لانها ارتحت اكثر في الوقت اللي كانت يطيب هاداك البانكيك اللولين غاتشوفوا معي التوقوب اللي غدي يظهروا فيها بالنسبة لها التوقوب راه بحال شكل ديال بغرير لكن ماشي نفس الناتيجة هادا تيكون بحال بحال الكيك شكل ديال الكيك من الظهر دياله وذوك التوقوب فاش تنقلبوه راه ما تيبقى وش متقبين بزاف شوفوا معي تيكون خمر مزيان الشكل دياله تيجي زوين وتيكون فش فش مقطن تيجي صراحة زوين بزاف صافي شفتوا معي الجوانب بغير تنشوفوا ومتي نشوفوا بحال هادا الشكل تنقلب البانكيك الكيميا الاولى درت ليها حوشوا ديال حبيبات الشوكولاتة وهدي اختارت منزيناش لاني مازال غادي دهنهم بشوكولاتة ديال الدهن فعندكم الاختيار اللي بغيتوا عمله شفتوا معي من الظهر ديالهو ما تيجي زوين بزاف ما تنسوهم شتوبوا كتر من القياس باش ميتحرقوش اللي كوم ردغيتي إلا خليتوهم كتر من القياس غادي يقصاحو بالنسبة لمدة اللي غادي يبقى معاكم مزياني في الثلاجات يبقوا حتى الثالث لتياه بالنسبة النهار اللولتي يكونوا مزياني النهار الثاني خسكم تسخنون في الآلة ديال البانيني وكذلك النهار الثالث سافيت يرجعوا كيف كانوا ممكن تسخنون في مقلة دائما تديروا الكيمية اللي تتكون قليلة باش ما تبقاش تلي معاكم مدة طويلة في الثلاجة سافي حصلت على هات التبصيل هادا هادا الكيمية اللي تنحصل عليها في هادا المقادير تيجي الشكل ديالو كيفشتوا معايا رائع حتى من الداخل ما تشبعوش منه راه الديد الاخوات اللي سبقو جربو هادا الوصفة مني نزلتها لكم من قبل ما ارا غادي يعرفو على شتى نهضرت هادا نتمنى صراحة تجربوه بالنسبة الاحتفاظ في الثلاجة فاعملوه في بلاستيك غدائي باش يبقى مزيان وبالنسبة هادا الشوكولاتة ديال الدهن غادي تلقوا ان شاء الله الوصفة ديالها في صندوق الوصفة بالتفصيل الموميل تيجي شي حاجة اللي زوينا وغايت تغنيكم معاها باش تشريو الشوكولات ما تيقصاش في الثلاجات يبقى كيف حضرتو غير لاجبتو هكذا حركوه تيرجع لامعو تديروه كذلك حوشوات المختلف الكيك يلا بغوا تحضروا كيك على شكل ميرون دينا لتنحضروا الاطفال كذلك تديرو حوشو ورا تيجي زوين تلصقو بيصاب لكذلك ديال الاطفال تديرو هكذا غلاساج المهم متعدد الاستعمالات انتمنى تجربوه بالنسبة للبانكيك ممكن تدهنوا بالزبدة والعسلة تيجي هائل ممكن تديرو على هاد الشكل هادا عاد تدهنوه وحده هكذا فوق وحده لانهم صغر تيجي في شكل ديالهم زوين ممكن كذلك تديروه بالفرماج او المربة دائما تنظر مع المبتدئات لانهم تصولوني على بعض الوصفات شنو ممكن نعملو بهم او تزيل اللي نقدرو نزينو به ومنسيت لكم ممكن تديرو الكريمة السائلة او الكريم شانتية اللي غادي تطلعو وتديرو هكذا بين طبقات ديال البانكيك حتى وتيجي هائل وزينوه بالشكلات من الفوق تنتمنى الوصفة ديالي وما تعجبكم كنت وفقت في الشرح اي سؤال مرحبا تنتمنى لكم دائما الصحة والعافية دائما شكرا لكم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة